اتكلمنا فيه مسألة الست منال اللي بتتكلم عن مسألة الاقصاط وبرده كان فيه سؤال خاص بيها على الفيسبوك والحقيقة انه ده اتفاق لشبهة فيه لتوسط السلعة والزيادة ما بتكونش زيادة مال مقابل مال انما زيادة مال مقابل الاجل ده فانا هتفحها اشتريها حالا هتفحها عشرة هنتقصتها على سنة مثلا هزود اتناشر او تلاتاشر حسب ما القدر اللي حضرتك بتشوفيه يغطي تكليفك ويعطي لك ربحا طيبا تحديد ليس هناك تحديد لأتاجر في نسبة الربح ولكن هو بيوجه الى انه يبقى الربح في حدود الاشصورة التي ليس فيها يعني زيادة شديدة على المستهلك او اللي بياخد منه السلعة الانساني يبقى الربح بتاعه بالمعقول واذا كان هناك قوانين حاكمة في هذا الامر نرجع اليها لانه من حق ولي الامر التحديد والتحجيم لو طغى التجار وبغوا بالذات في اوقات الازمات فانا كده من نفسي التزم بانه الربح بتاعي يكون في حدود المعقول اللي بيغطي لي السلعة بيغطي التجارة بتاعتي والبصاريف بتاعتها وفي نفس وقت يبقى لي ها مش ربح طيب انتفع بيه في حياتي دون يعني ان انا اجي على الناس اللي بتشتري مني هذه السلعة امو محمد اللي سألت